لكن في الأول هنروح للقاء مع الأستاذ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي في مؤتمر الصحفي الخاص ببنك أبو ظبي والنادي الأهلي كل جمهوري النادي الأهلي في كل مكان بعد انتهاء حفل توقيع عقد الشراكة بين النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر سعدني يكون معايا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد يعني ألف مبروك يعني الأسبوع الماضي كان توقيع العقد مع اتصالات مصر والنهاردة مع بنك أبو ظبي الأول مصر أعتقد يعني زي ما قلت كده في قبل الحفل إن الكبير دايما ما يجذب القبار ودايما أهداف النادي الأهلي واضحة وباسم اللي هو ما شاء الله ميزانية بتتخطى يعني الثلاثة مليارات يعني شاف كل النجاحات إزاي دي والهدف النهاردة من التعاقد مع كل الكنات الكبيرين النهاردة هذا الحدث في الحقيقة اللي كان موجود مبارح كان فيه جزء بيشارك اليوم اللي احنا بنحتفل به الشراكة الاستراتيجية مع بنك أبو ظبي الأول مصر مع النادي الأهلي بعنوان البنك الرسمي للنادي الأهلي خلينا نقول ده إيه علاقته مبارح وإيه علاقة النهاردة بالأمس بالجمعية العمومية الجمعية العمومية في الحقيقة مبارح كانت بتعتمد أكبر ميزانية 3 مليار و87 مليون زي ما كابتن محمود ذكر في كلمته وقال إن دي بيتحقق فقط كمان بيقترب كثيرا من 150 مليون جنيه ودي كلها عمليات مالية وقوة أداء مالي وبالتالي ده بيحتاج معك شركاء استراتيجيين من قطاع الخدمات البنكية لأن النادي الأهلي عنده مجموعة من الخدمات البنكية بتتم على أرضه كل يوم على أرضه كل يوم في الملعب الإداري بتاعنا عندنا جدوى الرواتب هو الأضخم ما بين كل الأندية المصرية عندنا أيضا عقود تجارية محتاجة عمليات بنكية تتدفق عبر حسابات بنكية منتظمة عندنا أيضا مكافآت نهاية الخدمة لجهاز وظيفي هو الأكبر أيضا ما بين الأندية المصرية والأفريقية مش بس عندنا بس كده لقد عندنا كمان نظم دفع مختلفة جوة النادي الأهلي تقدر تسدد اشتراكاتك تقدر تسدد رسوم العضوية بتاعتك تقدر أيضا تشترك في العضوية الجديدة اللي موجودة في التجمع اللي موجودة في الشيخ زايد اللي موجودة في المقار الرئيسي في النادي الجزيرة ومدينة نصر دي كلها عمليات مالية تحتاج أيضا خدمات بنكية متميزة وبالتالي في استثمار مشترك ما بين النادي الأهلي وما بين بنك أبو ظبي يمكن الكابتن محمود النهاردة مع الأستاذ محمد عباس رئيس مجلس الإدارة بيحطوا مفهوم جديد للرعاية احنا مش فعل خير الرعاية ليست فعل خير وليست أنك تتلقى أموال دون أن تسدد مقابل أو تكون لعالمتك التجارية قيمة داخل السوق احنا علامتنا التجارية الحمد لله عشان ده اللي بيخلي النادي الأهلي دايما هو اللي يبقى في المقدمة وقيمة عقود الرعاية لأنه لديه فهم مختلف للرعاية أنت النهاردة معاك رعاة وشركاء استراتيجيين بيبصوا على العائد على الاستثمار الأهلي يفهم ده كويس وده كان واضح في كلمة الأستاذ محمد عباس وكلمة كابتن محمود هم بيفتخروا بأن البنك واحد من أكبر الأصول المالية في منطقة الشرق الأوسط وإحنا النادي الأهلي بنفتخر بأن احنا أكبر الأصول المالية في القارة الأفريقية فعندما تتلقى الأصول الكبيرة وإحنا عندنا أهم أصل وأعظم أصل يبحث عنه الجميع للاستثمار فيه هو جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وجمعيته العمومية الموقرة ده أكبر أصل يمتلكه النادي الأهلي ومحدش هيقدر يمتلك أصل زي أصل النادي الأهلي لأن زي ما احنا شفنا النهاردة لغة الاقتصاد هي اللي بتتكلم فأنت عندك النهاردة اللي هم العملاء بالنسبة للبنك وهم بالنسبة لنا الجمهور ويمكن أنا كنت حريص في توضيح ده خلال المؤتمر الصحفي خلال الأسئلة اللي كانت بتجنى إحنا بنمتلك عندما تبحث عن الفوز فيكون العنوان هو النادي الأهلي وعندما تبحث عن الربح فيكون بنك أبو ظبي هو العنوان لجماهير النادي الأهلي والفوز والربح هم المكسب فالمكسب في الرياضة تحت مظلة النادي الأهلي إن شاء الله دكتور سعي السكمال كام حضرتك وارتباط الاقتصاد بالرياضة جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش وحزي ما قلت حالك في كلمتك لما بتعاقب مع نادي أنت بتعاقدش مع نادي واحد تعاقد مع أربع عندية لأن النادي الأهلي بفروعة مختلفة بجمعيته يعني بعائلة النادي الأهلي الكبيرة أعتقد جمعية النادي الأهلي وجمعية النادي الأهلي مستنين منه كتير خاصة أنكوا عودتونا دايما على الإنجازات يعني زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ده طبعا كان جزء رئيسي في عنوان كلمة كابتن محمود حطلنا بلان لبكرة إحنا بكرة عندنا مهمة جديدة إن إحنا عندنا نفقات ضخمة جدا جدا زي ما إحنا عندنا إرادات ضخمة عندنا التزامات ضخمة تجاه فرقنا الرياضية تجاه أعضاءنا الموقرين اللي إحنا محتاجين نوفر لهم خدمات في أربع مقرات رئيسية أربع مقرات رئيسية كل مقر فيهم يعادل أكبر الأندية فده طبعا بيلقي علينا أعباء إضافية وجهد إضافي إن إحنا عندنا كل يوم حلول جديدة وأفكار جديدة لتوليد مصادر تمويل جديدة لخدمة أهداف جماهرنا الذي لا تنتهي أنت ما بتلعبش غير على مركز أول ما بتشوفش غير المركز الأول وبالتالي أنت النهاردة محتاج كل يوم عندك تدفقات مالية من مصادر جديدة أنت بتبتكرها عشان كده دايما الأهل الأهل القمة اسمع لمسام شكرا للساعد بنشكركم على كل المجولات العاملية اللي إحنا بنفخر بها وبنتملكم دايما دوام التوفيق شكرا أساس محمد